اشتركوا في القناة انقطاعي الغزل والنسيج والحديد والصلبة في ظل ما تسهم به تلك الصناعات في دعم الاقتصاد الوطني وستقوم الحكومة باعداد خطة ممنهجة لتسويق منتجات الشركات القابضة فضلا عن تطبيق نظام دقيق لحساب التكاليف الانتاجية واعداد دراسة متكاملة لتحقيق اعلى عائد من اصول تلك الشركات عن طريق حاصر تلك الاصول غير المستغلة لتسوية المديونيات وتمويل التطوير وستعمل وزارة قطاع الاعمال على تطوير شركات القطاع والخطوات التنفيذية التي تسعى من خلالها لتحقيق اهدافها ورؤيتها في هذا الصدد للنهود بشركات قطاع الاعمال العام خلال مرحلة زمنية محددة وحددت الوزارة عددا من المحاور الرئيسية اهمها دراسة الوضع المالي لتلك الشركات بمختلف قطاعاتها بدقة سواء تلك المتعثرة او التي تحقق ارباحا بهدف الاستقرار على استراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات الوزارة اشارت ايضا في هذا الاطار الى عدد من الشركات القابضة لسيما الصناعية منها التي تحتاج الى اجراء تدقيق فني لها لضمان تحديثها على نحو يعظم العائد من استثماراتها على المدى الطويلة كما تقوم الوزارة بجهود لحصر الاصول غير المستغلة المملكة لشركات قطاع الاعمال العامة فضلا عن عرض جهود التنسيق القائمة مع مختلف الوزارات المعنية لتعزيز مساعي تطوير شركات قطاع الاعمال العامة شهدين الكرام وجدد التحية بحضرتكم في الوقفة الحوارية الثانية في حلقة اليوم من القاهرة وموضوها كما تابعنا في التقرير السابق تكلفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ خطة وزارة قطاع الاعمال العام لتطوير شركات القطاع التي يصل عددها الى اكثر من 121 شركة حول هذا الموضوع وخطة الدولة والاجراءات التي سوف تنفذها في الفترة القادمة يسعدنا ان ينضم الينا في هذه الوقفة الحوارية سيادة النائب تارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب برحب بحضرتك سيادة أهلا بك بداية سيادة النائب كيف ترى وضع شركات قطاع الاعمال العام ويمكن خطة محكمة من وزارة قطاع الاعمال العام لتطوير هذا القطاع المهم واهتمام من القيادة السياسية بهذا القطاع بصفة خاص اني شايف هذاك جديد في الموضوع عندنا ايرادة سياسية جديدة في هذا الملف الشائك نعم لكن تعرف تعرضنا موضوع خاص خاصة كان اعطاق من وجه نازك التجربة مصر كلها عانف منها احنا من سنة 1991 إلى 2008 تم بيع أكثر من 407 شركة ومصنع تقريبا كان قيمة تقديرية لدخلت 50 مليار مع ان القيمة السوقية بتاعتك اعطاك التعدد اكثر من 500 مليار وخمسين مليار دولار مدخلتش حتى خزانة عامة كل داخل منهم 18 مليار يعني نجي بمحصولة نهاية سفر نعم يعني كان مفترض ان نتم الخاص خاصها عشان نقدم الدفع في الاقتصاد القوامي بشكل نوع أو اخر الدفع باستثمارات جديدة بس احنا نتكلم عن الفترة الحالية الجديدة عندنا عندنا الرابعة السياسية شايف سات الرئيس مطالل هذا الملف بشكل شخصي وانا احييي انه قار جاي جدا اكثر من مرة شايف الساد وزير قطاع الاعمال عارض عليه وساد ريسو الوزراء لأقار جاي دل احداث عنده معلومات كافية بشكل محترم حالك تفضلت عندنا اكثر من 121 شركة من شركة قطاع الاعمال معنداش نية الفترة الجاية اللي احنا نبيح حاجة ولا اتجاه الدولي احنا نفكر زي كافية تطوير هذا القطاع ده حق الاجال الجاي احنا الشركات سيتم دراسة كل حالة على حدة انا مش عايزة نفكر فيها بشكل جماعي اكيد كل شركة او كل من هذه الشركات اللي هي ظروف خاصة الحقيقة يمكن خطة وزير قطاع الاعمال بدأت بعمل دراسة لحالة كل شركة على حدة وخلصت هذه الدراسة الا ان عدد الشركات 121 شركة عدد العاملين 214 الف عامل 73 شركة تحقق ارباح بتبلغ 14.8 مليار جنيه 48 شركة بتحقق خسائر 7.4 مليار جنيه من بين الشركات الخسيرة 26 شركة بتتسبب في 90% من نسبة الخسائر حضرتك شايف ان توصيف الواقع بناء على دراسة علمية وتحديد بالفعل عناصر القوة وعناصر الضعف في هذا القطاع موجودة فين علشان يبتدي الحل حضرتك شايف ده ازاي شايف انها حضرتك خطوة في طريق الصح زي ما قلت حضرتك دراسة كل حالة بشكل مفرد ده وده عشان نحط ايه اللي لنا ايه اللي علينا نعم من 21 وعشرين شركة نقولنا عندنا تاتر 70 شركة بتحقق الربح ورغم كده انها قابلة للتطوير وستم تطويرها عندي 48 شركة بتحقق خسائر ورغم كده انا شايف ستراز كان دي اكتر متصريح ان مش هيتم التصرف فيها مرة واحدة هنديها فرصة مرة واثنين وثلاثة وده سيكون لحالة برضو يمكن زوف الاقتصادية اللي فاتت كان فيه سابق مباشر في عاملات التعصر احنا مش عايزين نتصرف في موضوع 48 شركة برضو سيتم برضو من خلاجنا لجنة الصناعة عقل اكتر من اللقاء مع سيد رئيس الوزع وزيز وزيز قطاع الاعمال بس فتمنهم حائزي هذا الملف اه انا شوف هندفع ازاي في هذا اتجاه بمعنى يعني عندي شركات من 48 شركة فان اشوف معدلات الخسارة بتاعتها وخسارة نتيجة ايه هالنتيجة سوق ادارة قال نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج فيها قالت نتيجة زيادة العمالة فيها واعتقد ان دي صفة غالبة في جميع الشركات سيتم وابتدينا فعلا وابتدت وزيز قطاع الاعمال في تحديد الشركات الترجي بتاعها عندها اعتقد تسع شركات من 48 بتحقق اكتر من 90 في الميزة ما حدوك قلت من من الخسارة فهو اعتقد اولياتها في فترة جاة دي كلها سيتم برضو كل شركة بشكل منفصل هنقدر نحاول معهم مرة واثنين وقتاته وده فكري جدي بقول حديك دي الارادة الموجودة النار دا حمش جايين نميع احنا جايين نطور جايين النار دا من دور على مزيد من استثمارات جايين من دور ندع استثمار مشترك جايين النار دا اتجاه الدولة كيفية حياء التراث مصر الاقتصادي تاني طب سات النائب يمكن الهاجس اللي بيخيف دائما العامل هو فكرة التطوير والهيكلة ان يتم الاستغناء عن العاملين ويمكن حضرتك تطرقت في معرض كلامك عن ان الكثير من هذه الشركات بتعاني من كثرة العمالة عن العدد المطلوب كيف يمكن ان تتعامل الدولة مع هذا الملف الشائك فكرة التطوير والتحديث والحاجة الى ان يكون عدد العمال مناسب لطبيعة العمل واحتياجاته هو ده هنعمش على محورين حضرتك المحور الاول احنا لا مساس بأي حاهم عامل موجود وده اتجاه الدولة وتجاه سيد رئيسه وتجاه الدينة كلها ده حقه وحقه مكتسب فهو يتم تطوير قدراته يعني عادة تدريبه عادة تأهينه مرة اخرى وانا شايف النهار ده الاستثمار في العامل البشري ده اتجاه الدولة في الفترة اللي جاية سانيا انت عندك في عجز في بعض الشركات الاخرى فهي سيتم التوافق بين نائم من تلك الشركات للتركة الاخرى بس استغناء انا عامل اعطاك في الوقت الحال ما اعطاكش ده اتجاه الدولة في القصة ده كلها ولا اتجاهنا كمانك سنوع بنوافع عليه بس ده موضحك استثمار في عدد تطويره عدد هكاية من خلال تدريب مرات اخرى اعطاك كوادر جديدة انت عندك سوق توزيع برضو في العمالة في بعض الشركات سيتم السعانة من الشركة الاخرى برضو حفاظا على استقراره كمواطن مصح حفاظا على استقرار اسرته بس في الاخر انت جاي بتهدف الربح الربح في الاخر هيعم عليك ويعم علي وعليه هو شخصيا وفي الاخر ده اقوله يبقى النتاج للاقتصاد القوى طب سيتم نائب تطرق حديث الرئيس في اجتماعه مع وزير قطاع الاعمال ورئيس الوزراء الى تطوير الاطار التشريعي لعملية تطوير قطاع الاعمال العام البرلمان ماذا يخطط لقطاع الاعمال العام من تشريعات في الفترة القادرة احنا كلاجنة الصناعة ان شاء الله من ابتداء من سبوع القادرة عندنا لجان تحديد مهام جدوى الاعمال للاجنة في فترة قادمة وعلى رأس اعتقد جدوى الاعمال للاجنة عندنا هذا الملف سيتم استضافة وزير قطاع الاعمال وكل ما يتعلق بهذا الملف بما فيه رسالة الشركات القادرة ونشوف احنا كماجس نواب خلل التشريع موجود في فترة الفاترة ونحاول نعاجه ان شاء الله بمزيد من القوناع التي تساعد على استمرار الاستثمار واستقرار الشركات طباسات النائب يمكن بعض الشركات من قطاع الاعمال العام بتحقق ارباح بشكل جيد هذه الشركات هناك خطة لطرح اسهم لها في البورصة وبدأ بالفعل طرح شركة الشرقية للدخان في البورصة وكان لها حصة سابقة في الطرح كيف ينظر مجلس النواب لفكرة طرح اسهم الشركات النكحة في البورصة لطرحات الحكومات في الشركات اللي هي اللي بتحقق الناحبات احنا بمص ده من خلال منظور تاني برضو الدولة ما تخليتش عن ملكية تلك الشركات احنا نطرح جزء من الاسهم بس عشان يبقى كل حداك عارف احنا بنتكلم في ايه احنا منعملش عاملية ببيعة للشركة باحنا بالعكس منعمل طرح اعاد جزء من الاسهم بتاعتها عشان نعمل التطوير اكتر ونهدف لمزيد من ارباح اكتر ونهدف الاخر برضو تعمل انت عاش في العملية الاقتصاد المصري فان بالشركات دي كلها في الاخر لنا منبتدي نترح اسهم واي شركات كسبانة ده بدي بالنسبة ان احنا ومشارات خارجية بدي قوة الاقتصاد بتاعك بدي قوة البورصة بتاعتك بدي انك عندك فرصة انك تتطور من ترك الشركات وتحقيق مزيد من ارباح ايه بمعنى اكتر شركة تحقيق لها امتين تلتمين تربعمية مليون جنيه في سنة النقط بخلال طرحة بعض الاسهم انا مش كل الاسهم ارجع اول الملكية برضو موجودة للدولة المصرية في تلك الشركات بيزعل اتحادك ان مزيد من التطوير في الشركات دي كلها بيساعد برضو ان لو عندي فيه توسعات تلك المصانع مشان نحتمل بشكل كامل على الحكومة حسن ادارة الاصول غير المستغلة بالنسبة لبعض هذه المصانع سيادة النقب كيف تنظر الى حسن ادارة الاصول المملوكة للدولة الفترة من ضمن مشاكل اللي اتعرض لها قطاع الاعمال سوء اختار الادارة فترة السابقة كان بيتم اختار المولي السادي الوزير المختصية او الادارة تبقى لمعيار الثقة ومشي الخبرة واعتقد ده هو سابق مباشر في النيار تلك الشركات اللي احنا ببص برؤية جديدة النهاردة يا فندي من اختار تبقى لمعيار الخبرة والكفاءة وصلنا لحضرتك ايه الفرق بين قطاع الاعمال واقطاع الخاص يا فندي فهو مش نقول كل الترجل المطلوب منه كان ممكن يحقق اكتر من كده وده اللي احنا بنفكر في شركات اللي هي الكسبانة ده من خلال ايه اختيار العنصر الجايد للادارة اختيار التوصيف لكل واحد لمكانه في مجمع الحصن الاختيار في الادارة بشكل عام فهو سابق نجاح ايه مصروع فهو ده برضو تركزنا في الفترة الجاية برضو اعداد الكوادر اللي هي تساعدني او تساعد الدولة في هذا الاتجاه نعم طب سات النائب يمكن الحديث تطرق الى يعني الشركات اللي بتحقق ارباح وطرحها في البورصة كان هناك حديث ايضا عن شركات بتحقق ارباح ولكن هذه الارباح غير كفية يعني هي تستحق ارباح اكتر كان تحديد لقطاعات معينة لهذه الشركات كان منها التأمين السياحة والفنادق التشييد والبناء التعامل مع هذه القطاعات المستهدف ليه وهل الفكرة ان انا اشرك القطاع الخاص في ادارة هذه المصانع ام ادارة بفكرة القطاع الخاص لا وحضرتك التام تقيم خلال المكاتب الاستسرائية او مكاتب مختصة ان تخش على كل منشاء بحتة زادة وبتقيم قدرتها سواء من ناحية الانتاجية او قدرتها من ناحية التسويقية وفي الاخر بتشوف نتيجة الاعمال هل تتناسب مع قد الشكلة دي موجودة ولا بتنسبش هل النظر بتحققها لـ 100 مليون ولا 20 مليون هل هو ده حضرق الرقم الحقيقي نتيجة الاعمال ولا عند فيه قصور او ممكن اعمل عنواع التنمية او ممكن اعمل عنواع تطويف الشركة وحيال الارباح اكتر او ده اللي تم فتر للفاتت انا بفكر ما عنديش مشكلة القطاع الخاص يخدش معي كاستسنان مشترك اهل ونسانا بيه محفوظ الدولة المصريية على الملكية على الملكية ده مش حق ايه ولا حق احدك ده حق ايه الاجيال اللي جاية حفوظ الحق ايه رؤية القطاع الخاص طبعا رؤية محترمة جدا ان دير المنشئات دي او الشركات دي او الهاد بفكر القطاع خاص ده هو اللي اللي بدور عليه ده اللي عاز او صدق ده اللي عاز النهار ده يكون عندي فكر متحرر في الادارة بس في الآخر عندي نتيجة عمال اه تحقق الي المعضلة الصعبة دي طب هل ده محتاج تغيير او تطوير في منظومة التشريعات يعني هل ممكن يكون التشريعات اه بتكتف الادارة في التعامل مع مشكلات في العمالة يمكن هناك مرونة اكتر في التعامل مع العمال في القطاع الخاص عن القطاع الأعمال قطاع الأعمال وقطاع عامة من كمشارك الخاصة أن العام فيه حق مكتسب وده من ده من المشاكل اللي متعرف بيه. إحنا برضو منحاوز على حق العمال بس أنا رجع أقوله أنت مطالب النهاردة تبقى جزء من النجاح. مطالب النهاردة أنك تيجي تطور نفسك. مطالب النهاردة أنا عادي استعادة عادي برامج تدريب ليك والدولة ما تتخشف كده. تبقى في منظومة. أنا عايز يعني حدثك أطلعهم أنه منتج عاطل منتج حاجة إلى منتج عامل منتج بيسامعي في العامل الإنتاجية. التشعاد أعتقد عندنا ما فيهاش مشكلة إحنا لو شوفنا أوطراءة للمجلس إن فيه دولة محتاجة مزيد من التشريعات عشان ندفع فيها زراتجاه ما عندهاش مشكلة ما أعتقدش أستادة أنه بيأتخرى عن موضوع. وخصوصا أننا الحمد لله بشكل كام في العام الفتد دي كلها كل قانوني. إحنا من دور كيفية الاستثمار الجيد. كيفية الجزء بالاستثمارات الجيدة. إحنا النهاردة برضو دولة مصرية الحمد لله بتقدم نساها كمجتمع المجتمع الدولة على المطالة استثمارية. عام جزء بالاستثمارية النهاردة عندك عاملية محترمة جدا إحنا نتكلم عن دينا بنية تحتية محترمة جدا. نهاردة شبكة طرق عندنا بنية تحتية. عندنا مناطق موجودة دولة لطاقة على مصر سواء عندنا في السويس مطالق سردية أو في برسعيد قضاء مناطق جزء. أرجع تاني فكرة تعداد دولة مصرية عندنا. حديثكم تترى مناطق الصناعات الثقيلة. نعم وده يمكن تحدث عنه الرئيس بتوجيه لتطوير قطاع الصناعات الثقيلة زي الغازل والنسيج. وتحدث أيضا عن الحديد والصول فإنما أنت الصناعات الثقيلة دي قاطرة التنمية. هي في الآخر الصناعات الثقيلة كسفة العمالة. العقب بتاعها محترم جدا وإحنا كمصر ننبع كتير في هذا المجال سواء الغازل والنسيج. مصر من أقدم دواب غازل والنسيج. صناعة الحديد مصر من أقدم دواب الصناعات الحديدية والحديد والصلب. اتجاه دولة أو اتجاه مجلس النواة مع الدولة إنشاء مناطق جديدة. زي شمال سيناء جنوب سيناء. ودي عشد حالي موضوع الاستقراف. في الآخر لن يتم الانصار على الهاب إلا من خلال تنمية الشاملة. تنمية الشاملة حددك أنك تنامي مطادي كلها. أهلاك بهم الحارسين على حفاظها على الأرض. نتيجة الإستثمارات اللي هم مشاركين فيها. نتيجة المصانع الموجودة. برضا بحقي الدولة واتجاه سيد الرئيسي إن منطقة الصناعة السلقية تخش في منطقة السعيد. نعم. السعيد كتير عانت كتير يا فنديم. السعيد النهاردة تركيز الدولة عليها. واحنا أكثر من 3-4 مناطق صناعية السلقية تم مفع عليها في السعيد وجنوب السعيد. واعتقدت حدقية اللي نوع من أنواع التوازن المطلوب. حجم البطارعة هناك كبير جدا. حجم الجهل اللي كان منتشر كبير جدا. نحن نتيجة وجود تلك المناطق. هنقدر نشغل. هنقدر عملية انتشار للعلم من خلال المراكس تدريب. هنقدر نحرب الإرهاب بشكل تاني. طب السعيد النقب يمكن بالحديث عن الغزل والنسيج. وحضرتك بتقول أن مصر كان لها باع كبير في هذه الصناعة. يعني يمكن فيه مشكلات كثيرة بتعترض المصانع التي تعمل في مجال الغزل والنسيج. مشكلات يمكن مزمنة بقى لها سنوات طويلة. فكرة تحديث الماكينات. فكرة الخطوط الإنتاج. تقادم المنتجات بموديلاتها. ما بقتش مناسبة للأسواق الحالية. العديد من المشكلات كيف سوف يتم التعامل مع هذا خاصة وأن دي صناعة كتيمكن مصر مشهورة بيها. الغزل والنسيج والمنتجات القطنية المصرية كانت على أعلى مستوى في السابق. يا فندم حاليك غدت من أرضا تطلعها في خارج الأميس المصري أغلى من مسئول الأوروبي عشر أضعاف. يقال عليه أن قطن مصري للأسبقية. نحن كنا سبب في المشكلة دي يا فندم في السنين اللي فاتت العامة الماضية في الفترات السابقة. في اللجنة الصناعة تعرض علينا هذا الملف وجئنا أن في بعض آلات الانتاج من 1923. 1923. لم يتم تحدث حتى الآن. يعني تقريبا من 100 سنة. وده سبب الأساس في تأخذ الغزل والنسيج قدم الآلات. عدم التحديثة. عدم مؤامة المودة الحديثة. إن شاء الله أرجع أقول حديثة اللجنة الصناعة في فترة قادمة إن شاء الله. وده تجاه الدولة وتجاه سيد رئيس. عدد الراونة للصناعة دي غزم النسيج تاني. من خلال عادة دراسة كل مصنع الحدي. عادة كيفية عادة تأهيله. عادة تطويره. محتاجين فكر جديد في الإجارة. محتاجين تعاون عاملين معنا في فترة اللي جاية. تعبوا معنا في فترة اللي فاتت. بس أنت وعمال محترمين. وعمال زو خبرة. أصبروا معنا في التطوير ده. وإن شاء الله كله يحقق النتاج المرجوة. وكله حقق الرد عن النفس. نعم الرد عن النفس. وما فيش أحسن من إن الواحد يشتغل في منظومة هو بيشهد لها قبل الآخر بالنجاح. حديثنا ما تعيش أنك جزء من عاملين الانتاجات. جزء من النجاح. بالنسبة لك الرد النفسي. هيبقى دافع عليك للجاية. سيادة النقل فكرة تصويق المنتجات. يعني بعض منتجات قطاع الأعمال يمكن تكون على أعلى مستوى من الجودة. لكن يمكن الشكل بتاع المنتج ما يبقاش بنفس حداثة شكل المنتجات الموجودة لشركات منافسة من القطاع الخاص. رغم أن جودة المنتج من الداخل أعلى. فكرة تسويق المنتجات في الخارج أو في الداخل. وخدمة الأسواق المصرية بتلبية احتياجاتها. مشكلة فان بحديك روح عمر فان للنردة. ما كان محترم. ما كان جيد من منتجاته جيدة. أعطارية العرض ما تغريش. أعطارية التغليف ما تجذبكيش. منتجات الشرباجة عندنا منتجات عالمية. شوفت لاش مسيف العالم. شوفي شكل التعبية بتاع التحديد. شكل باي. الآخر برضو اللي عم بتشتري قبل بتشتري الجودة. طبعا. انت سكنا قول ريدي عندك الجودة عندك عنصر من عناصر التسويق معاك. ألا هو وجبته. ألا هو الخامة الطيب. ألا هو الجودة العالية في الإنتاج. برضو محتاجين تطوير في عملية التسويق. برضو أرجعو لحضرتك اختيار الإدارة. الإدارة. هي سبب النجاح في أي شيء. إيه اللي يفرق بين الشركات اللي مش عايزة أسكت بعض الدول اللي موجودة عندنا النهاردة. في تسويق الملابس القطنية. وعلى شركات القطاع العام ليها مية ومتين سنة في هذا السوق. فرق فن التسويق. نعم. طب سيادة النائب فكرة هذا القطاع وتطويره. مطلقة بمدى زمني غير محدد. ولا هي لها مدى زمني محدداء الدولة. إن هو هذا العمل سوف ينجز في خلال هذا الوقت. وعلم يتم بشكل نهائي الجدوى الزنم. بس بوضل لحظة. إحنا حطينا يدينا عن مشكلة. عشان تواجه مشكلة تحط يديك عن مشكلة. تعترف إن عندك مشكلة. نمرة اثنين تحط أليات الحل تلك مشكلة. نمرة اثنين تحط برنامج زمني. عشان بردو ما بقاش عند الموضوع بلا نهاية. نعم. بردو عازل بردو في وجود حالك أذكر ملاف مصانع مغلقة. مصانع مغلقة النهاردة بالنسبة لي. بيتمثل لي مشكلة في مصر كلها. مصانع المغلقة دي مصانع قطاع أعمال. ولا مصانع خاصة. نعم كم مصانع خاصة النهاردة. مصانع خاصة النهاردة. احنا بردو ملاف ده. أعتقد بردو فيه إرادة النهاردة من الدولة. لا. واحنا كان لجلنا الصناعة وانا كان لابع محافظة السلسة. اتشغلت في هذا الملاف كتير. عندي كم كبير مصانع متوقفة. أنا كنت قدمت بطالب السيد الرئيس والأزرة. وزير الصناعة. نبص للمنظم ده بشكل تاني. انت حالك مصانع النهاردة أو طيب مفتحها. حيالك تلل حاجات. هليك جزء من مشكلة البطالة موجودة النهاردة. طبعا. بشكل مباشر. النهاردة هي وفل لك منتج لسوق محلي. فبالتالي هي وفر عليك عملة صعبة في الاستيراد. بالاستيراد. المصانع كان بتعمل في مجال التصدير. هتوفى لك منتج قابل للتصدير. فهيجيب لك عملة تاني. في الآخر كله هيصبوا مصدعة الاقتصاد المصري طبعا. النهاردة لم يستقيم حال مصر إلا مش خلاحاتين. الانتاج والتصدير. سواء الانتاج الصناعي أو الانتاج الزراعي والتصدير. هو دولة الحقيقة لك التفرق في الاقتصادة. يعني احنا الحمد لله مرينا فضل كتعاصية في الاقتصادة. احنا بلاطم محالة نقول هدوء اقتصادي أو استقرار اقتصادي. احنا النهاردة المناطق الجذبة عندنا كاستثمار في العالم كله. النهاردة الحديقة الحمد لله شايفة. ماشي مشاكنا محترم جدا. فترة جاية محتاجين بقى الانتاج. محتاجين ننتج. محتاجين نصدر في الآخر. يبقى نخرج من معال الصاعر اللي احنا فيها. انا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء سيادة النائب طارق متولي. عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب. شكرا جزيلا. شكرا فرن مستين. مشاهدين اشكركم على حسن المتابعة. غدا لقاء جديد وحلقة جديدة من القاهرة مع فريق عمل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.